قبل ما نوصل للحظة الإطلاق كان فيه لحظة تاريخية جداً بنتحدث عنها الآن مع الرواد تاريخ 16 أبريل 2023 الموافق 25 رمضان كان هناك استقبال من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرواد الفضاء السعودي مثل ما تشوفوا في الصورة اللي أمامكم بلا شك إنها كانت لحظة تاريخية كبيرة جداً لرواد الفضاء وبنحكي معهم عن تفاصيل هذه اللحظة وعن شعورهم فيها والانطباع اللي خرجوا فيه من هذه اللحظة أبدأ معك علي لقاء تاريخي استقبال تاريخي كيف كان بصراحة كان زي ما ذكرت يعني كانت يوم للتاريخ الأمانة أنا لي شخصياً الرحلة في كفة ولقاء سمو سيدي ولي العهد في كفة أخرى لأنك أن تلقى الشخص الحالم وراء هذه الرؤية وراء الطموح اللي احنا ماشيين فيه كلنا وراء هذه الهمة والدعم الكبير لنا يعني منجز تاريخي بالنسبة لي فلكن تتخيل كنا في خضم التدريبات فجأة تجون السعودية تلقون وتلتقون مع سمو سيدي ولي العهد كان المشاعر غريبة صراحةً يعني جديدة أنك نستذكرها ونذكر مواقفه ودعمه الكبير لعدة القطاعات فالآن بيدعمنا شخصياً وكانت هذه الرسالة بصراحة ومحواها اللي وجهها لنا عند لقاء سموه يعني لأمانة فترة انتظارنا للقاء واجهنا أكثر من شخص كانت فترة المكان مزدحم يعني ما شاء الله تبارك الله عليه عندنا القدرة على أن يقابل كل شخص من مجالات مختلفة مع ذلك عندها إلهام وعندها وإلمام برحلتنا وتفاصيلها فكان محول حديث إنه قديش هو فخور فينا قديش احنا بنحمل وممثل المملكة العربية السعودية في محطة الفضاء الدولية وكان هذا الداعم اللي قاعد يدفعنا ويصبرنا على الضغوطات وعلى التدريب وعلى الرحلة جميل ريانة أضيف على كلام أنه فعلاً نحن حماسنا كان من قبل حتى ما نطلع من أمريكا أنه إحنا الآن حيث تقبلنا اسمو سيدي في السعودية فكنا متحمسين أفتكنا طالع من الشباك ووصلنا ولموصلنا متحنا نوصل السعودية زي كده يعني أول ما وصلنا خلاص وكنا مستعدين نلتقي فيه الحماس كان جداً طاغي وصلنا المكتب وكان على طول أول كلماته كان أنا جداً فخور بيكم فخور بالإنجاز اللي أنتوا رح تسووا بإذن الله إحنا هنا فقط ندعمكم أي شي تحتاجوا إحنا هنا حنمكنكم وندعمكم من الآن إلى نهاية المهمة لما تسمعي هذه الكلمات من رجل بإقامة الأمير محمد بن سلمان بقيادته بمسؤوليته كيف أثرها عليك؟ كانت من أكثر المحفزات لينا إحنا لست كنا في نص التدريبات فأعطتنا دفعة جداً كبيرة إنه إحنا الآن نحمل رسالة وطن كامل طموح وطن كامل كلنا فخر كلنا اعتزاز كلنا حماس يعني ما يضاهي حماسه مريم أمكن أضيف على كلام ريان حاجة واحدة إنه فعلاً أثناء هو ما بتكلم بعد ما قال هذا الكلام قال لنا أنتم تمثلوا المملكة العربية السعودية هذه الكلمة الحالة بس يعني أنا أتذكر إنه حاولت أقرص نفسي لأنه الدموع كانت يعني خلاص ما كنت قادرة لأنه الكلام اللي بيقوله والإلهام اللي كان في عيون والكلام اللي كان بيقوله فعلاً يعني يعني علي قال الرحلة في كفة ولقاء سمو سيدي الحالة في كفة ثانية فحقيقةً كان شعور عظيم شعور بالفخر ما يعني ما أقدر عبر يعني صراحةً عن هذا الشعور بس إنه شعور بالفخر واعتزاز علي يعني سمو سيدي هو اللي رفع سقف طموحاتنا وهو اللي جعل أحلامنا حقيقة وهذا اليوم أكبر مثال هنا أمانةً هذا اللقاء في خلال في حياتي كلها هو أعظم شيء أنا أفخر فيه أمانةً يعني شرف كبير جداً لما سمو سيدي يقول لك أي شيء تبيه أنا حاضر وساعدك وقالنا في هذا اللقاء يعني أتوقع أنه الآن ما لنا أي عذر إنما ننجز المهمة هذه على أكمل وجه فالله أمر لك الحمد يعني كلماته وتحفيزه ولله الحمد يعني وصلنا لما وصلنا له ونوعده ونوعد الشعب والوطن السعود إن شاء الله وأنه حنستمر والإنجازات هذه بس بدايتها الجاي إن شاء الله أجمل جميل بصراحة افتخار كبير بهذه اللحظة كل المحبة والولاء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظ ويديم نجاحات الوطن إن شاء الله ورؤيتنا الطموحة